لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقًا أو شقياً والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد للمبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم مع حلقةٍ جديدة من عقيدتنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو أساس الدين وهو أهم عكن في عقيدة الإنسان المسلم وتكلمنا عن صفات الدليل القرآني هناك أدلة قرآنية تكلمت عن الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة أدلة كثيرة من هذه الأدلة دليل الفطرة الإنسانية أي أن الله سبحانه وتعالى أودع في نفس الإنسان مشاعر الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالوحدانيته فالإيمان بالله يشرق في النفس ما لم يتنكر الإنسان لهذه الفطرة؟ ما لم يستر الإنسان هذه الفطرة؟ ما لم يخي مران على هذه الفطرة الصحيحة الواضحة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها لا يحتاج الإنسان لكثرة أدلة من أجل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإنما يحتاج لشيء واحد أن يجرد نفسه من الغفلة أن يجرد نفسه من الشهوات أن يبعد عن نفسه أي شيء يخيم عليها حتى تتجلها هذه الأدلة أدلة الفطرة في نفسه لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا لنا دليل الفطرة أن هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو فطرة في النفس فأقم وجهك للدين فطرة الله التي فطر الناس عليها إذن الإيمان والدينونة والإسلام لله سبحانه وتعالى هي فطرة الله التي فطر الناس عليها كل إنسان فطر على الإيمان كل إنسان فطر على العبودية لله سبحانه وتعالى كل إنسان فطر على الاستسلام لقوة الله سبحانه وتعالى ولعظمته كل إنسان فطر وخلق على هذا الشعور الإيماني الذي أوضع في أعماق نفسه فلذلك دليل الفطرة أيها الأخوة هو أوضح دليل وهو أعظم دليل وهو موجود عند الإنسان أي إنسان في أي بيئة في أي مكان يجد هذا الدليل عندما طلب من جعفر الصادق أن يتكلم عن أدلة الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله سبحانه وتعالى قال للسائل هل عكبت البحر؟ قال نعم قال هل هاجت بك الأمواج؟ قال نعم قال ألم توقن بالهلاك؟ قال نعم قال بماذا شعرت بعد ذلك؟ ما شعرت هناك قوة عظيمة تستطيع أن تخلصك مما أنت فيه؟ قال نعم قال هذه هي الفطرة هذا هو الإيمان هذا الشعوع اللي موجود في داخلك هذا شعوع الإيمان بوجود قوة عظيمة هي قوة الله سبحانه وتعالى ليس هناك قوة كقوة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإيمان فطرة بل بيّن لنا أن الله أخذ على الناس على جسده على نفسه على عقله عهدا بالإيمان به سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى قالوا بلى كل إنسان كل نفس كل ذعى في جسد الإنسان قبل أن يخلق الإنسان شهدت بالخالقية لله سبحانه وتعالى وبالعبودية له فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأنفس قبل أن تولد وقبل أن توجد فالإيمان بالله سبحانه وتعالى اختلط مع ذرات جسد الإنسان الإيمان بالله سبحانه وتعالى أوضع في عقله وفي فكره وفي نفسه وفي ذرات جسده فكل شيء في الإنسان هو موقن بالله سبحانه وتعالى هذه فطرة في داخله لكن يحتاج فقط أن لا يتنكر لهذه الفطرة أن يزيل عنها أي غشة وممكن تطرع عليه شبهة هذا الإنسان فلا يشعر بهذا النداء بعض الناس يقول لك طيب نحن مان نشعرين بهذه الفطرة لأنه سترها سترها لابد أن تظهر هذه الفطرة قلت ما سمعنا ألست بربكم هذا الجسد وهذا القلب وهذه النفس سمعت هذا النداء واختلط بشسد الإنسان ألست بربكم قالوا بلى ففطرة الإنسان موجودة في داخله وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى لذلك الرسل عندما جاءوا ما كان يأتي رسول يقول لقومه آمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى لأنه فطرة كان يكلمهم عن الله وعن صفات الله وإذا سألوا عن الله يقول قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض هل يمكن لأحدا يشك في الله سبحانه وتعالى الرسل يتعجبون لأنهم جاءوا ليتموا الفطرة وليكملوها وجاءوا بالأدلة الواضحة التي تؤكد هذه الفطرة قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض وهو الخالق وهو الرازق وهو المعضي وهو المانع فهذه الفترة موجودة في النفس فلا يمكن أن يشك بها أحد إذا حصل شك فإذن يحتاج الإنسان أن يلتفت مرة ثانية إلى فطرته الصحيحة فالنفس وجدت على السلامة الإيمانية الأصل هو الإيمان وليس الإلحاد الأصل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وليس الكفر لذلك العلماء عندما تكلموا عن الكفر وعن معاني الكفر تكلموا أن هذا الكفر يطر على الإنسان قل لك فلان كفر أي أنه ستر الإيمان الذي في قلبه الكافر لماذا سمي كافر؟ لأنه يستر الإيمان الإيمان مغروس في عاطفته في قلبه في جوهره في ذاته فيخفي هذا الإيمان ويستره فلذلك يسمى كافر أي كفر بالله سبحانه وتعالى ستر عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأحب أن يخفيها فالإيمان فطرة والكفر يطر عليها فيحتاج الإنسان دوما أن تستيقظ هذه الفطرة في نفسه وأن يبتعد عن الغفلة التي تبعده عن فطرته الصحيحة هذه الفطرة كما سماها الله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة؟ صبغة الله الله سبحانه وتعالى صبغ جسد الإنسان وصبغ عقله وجميع جوارحه بهذه العقيدة وهي العقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالإنسان من صبغة الله سبحانه وتعالى وأي صبغة لله؟ هي الإيمان بوحدانيته هي الإيمان بوجوده هي الإيمان بقدرته هي الإيمان بعضمة الخالق سبحانه وتعالى عندما نتكلم عن الفطرة وعن أهمية الفطرة وعن أدلة الفطرة بعض الناس يقولون فطر الإنسان على الإسلام هل معنى ذلك أن الإنسان يولد وهو يتكلم عن الله وعن صفات الله وعن اليوم الآخر ويعد الأنبياء ويعد عشرين صفة لله سبحانه وتعالى هل معنى أن الإنسان فطر على الإسلام أنه ولد وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى ويؤمن بما جاء في كتب العقيدة عند المسلمين ليس هذا المعاد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالإسلام هي الاستسلام لله سبحانه وتعالى الخالق هي العبودية لخالق عظيم هي الإيمان الذي وجد مع الأنبياء جميعا هو الإيمان الذي يولد الإنسان وهو طفل صغير وهو محمل بهذه العقيدة بأن هناك قوة عظمى وهي قوة الإله سبحانه وتعالى هذه القوة مرافقة لحياة الإنسان هذه القوة موجودة مع كل إنسان ثم يأتي الأنبياء من أجل هداية الخلق من أجل بيان الحلال والحرام من أجل التفصيل في مسائل الإيمان يأتون من أجل هداية الناس فالأنبياء يأتون بما جاءت به الفطرة وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم يأتون بتفصيلات الأحكام والأخلاق وما شاب ذلك الله سبحانه وتعالى منذ خلق الإنسان أنزل معه العقيدة وأنزل معه الهداية كما قلت أخذ العهد على ذلك على عباده عندما هبط آدم وحوى إلى الأرض قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى حتى لا يقول بعض الناس قبل الإنسان الأول ما كان مؤمن الإنسان الأول كان مؤمنا تلايأت إنسان يقول هذا عصر الإيمان جاء بعد ذلك في البداية كان الإنسان بعيدا عن الإيمان الإنسان البداي ما كان عنده إيمان منذ وجد الإنسان على هذه الأرض وجد مؤمنا موحدا منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحوى وأنزلهما إلى الأرض نزلت الهداية منذ كان الإنسان منذ اللحظة الأولى على هذه الأرض وهو مؤمن وهو موحد لله سبحانه وتعالى أما ما طرأ في بعض العصور في بعض الحالات قد ينحرف الإنسان قد يتغير بسبب بيئة بسبب فكرة بسبب فلسفة بسبب شخص من الأشخاص بسبب الأب بسبب الأم هناك أسباب كثيرة تؤثر على هذه الفطرة قد تغطي على الإنسان فطرته فيحتاج دوما أن ينبش في داخله أن يرجع إلى نفسه إلى عقيدته الإيمانية الأصلية إلى فطرته النقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يتأثر وقد يؤثر ذلك على عقيدته أي أن الفطرة الصحيحة هي فطرة الإسلام لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البخاري ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء؟ فقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما من مولود إلا يولد على الفطرة ما قال على الإسلام لأنه هي الفطرة بالأصل لأن أصل الإنسان مفطور على الإيمان والاستسلام لخالق وهو الله سبحانه وتعالى لأن في أصل فطرته وخلقته هناك إيمان بالله سبحانه وتعالى التغيير يقع بعد ذلك أبواه هذا سبب من الأسباب قد يكون تأثير للبيئة قد يكون اليوم للإعلام قد يكون اليوم لبعض القنوات الإعلامية كل ذلك لبعض أهل الشهوات بعض أهل الإنحعاف قد يقع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه كون يهودية أو يمجسانه أو ينصرانه ثم يقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعا عندما تولد البهيمة الحيوان كامل الخلقة ننظر بعد ذلك فنجد ممكن يقطع شيء منها ممكن يتأثر عضو من الأعضاء ممكن العين ممكن الذين يقطع الذين هذا من أين دخل؟ من البشر من المخلوقات غيروا في خلق الله سبحانه وتعالى كما يقع التغيير في الحيوانات في الدواب كذلك يقع في فطرة الإنسان يأتي إنسان فيؤثر في عقيدة الإنسان المؤمن بل يؤثر في فطرته يؤثر في إيمانه بالله سبحانه وتعالى فأبواه ليس فقط الأبوين وإنما قد يكون الصديق اليوم بعض الناس يقرأ بعض الكتب يتأثر بهذه الكتب ولا يسأل والشبهة تنمو شيئا فشيئا فينحرف هذا انحراف في فطرة الإنسان لا يرجع إلى أهل الاختصاص لا يقرأ الأدلة الواضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا انحراف في الفطرة أو قد يسمع بعض المرامج فيتأثر بهذا الكلام وما عنده الأدلة الواضحة القوية الثابتة ليس عنده الإيمان القوي فلذلك نحن نقول الإنسان المسلم يقرأ ويطلع ويسمع لكن أهم شيء الإنسان يحصن نفسه من خلال اطلاع على الأدلة القرآنية خلال كلام عن الأدلة التي ذكرها العلماء خلال كلام عن أدلة الفطرة الواضحة النقية ثم بعد ذلك يقرأ ما يشاء لا يمكن أن يتأثر بعد ذلك في حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث قدسي رواه الإمام مسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم إذن في الأصل أصل الخلق الإنسان حنيفا مسلما وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أي مستقيما على هذا الطريق وهو طريق الإسلام فالله سبحانه وتعالى يقول كما جاء في الحديث القدسي كل العباد مو بس المسلم اليهودي لا أبدا كل العباد خلقوا في الأصل على ماذا خلقوا على العباد الصحيح على الاستقامة حنيفا خلقت عبادي حنفاء كلهم ما الذي حصن ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم حملتهم عن دينهم وعن عقيدتهم وعن فطرتهم أبعدتهم عن وضوح العقيدة فوجد الإنسان مفطورا كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل العباد وجدوا على هذه الفطرة فيأتي الشياطين والشياطين طبعا في شياطين من الإنس وفي شياطين من الجن يسولون للإنسان ويلقوا إليه شبهة وهذه شبهة تسري في عقله في فكري فتؤثر عليه فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فإذا هذا التغيير الذي يطرأ على الفطرة لذلك العلماء يقولون الفطرة اللي موجودة في نفس الإنسان لا يمكن أن تختفي لأنه موجودة في داخل الإنسان لكن ممكن تتأثر ممكن تضعف هذه الفطرة فتأتي الأدلة القرآنية وتأتي الأدلة الإيمانية لترسخ إيمان الإنسان بربه سبحانه وتعالى فتجد الإنسان يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتكلم عن عجائب خلق الله في النفس وفي الكون فيسر التأثير إلى نفسه تستيقظ هذه الفطرة لأنه بالأصل الإيمان وبالأصل العقيدة الصالحة والصادقة واليقينية منسجمة ما في نفسه في الأصل هناك انسجام واضح فلذلك الإنسان مجعد يسمع هذا الدليل يخاطب قلبه يخاطب عقله فخطابه لعقل الإنسان ولفطرة الإنسان ولروح الإنسان يؤدي إلى انسجام بين هذا الدليل وبين ما هو موجود في داخله الأدلة القرآنية في أدلة سنتكلم عنها أدلة عقلية هذه لمن وقعت له شبهة بعض الشبهات القرآن ينبه عقل الإنسان كي لا يقع أما أصحاب الفطرة السليمة فهؤلاء عقيدتهم قوية إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى شديد وقوي ويقيني لذلك عندما ننظر لأهلنا لإخواننا الناس اللي لا قرأوا شبهات ولا اطلوا عليها تجد الإيمان في قلبه والله لا يتزلزل ولا يؤثر فيه أي شيء لو تكلموا مئة شبهة لا تؤثر فيه لو تكلموا مئة دليل لا يحتاج هذا الدليل أصلا قل له تاوى الله ينكلمك عن الله وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هل يحتاج هذا إلى دليل هل يحتاج أن نشرح له دليل الخلق ودليل التكوين ودليل الحركة لا يحتاج لأن الإيمان فطرة في نفسه لأنه عاش على الإيمان وعلى الوضوح ومن سجن مع فطرته فلا يؤثر فيه شيء أبدا لذلك من القصص المعروفة عن الإيمان الرازي رحمه الله عندما دخل إلى نيسابور الإمام الرازي معلوم أنه من كبار العلماء العقليين وله تفسير معروف وله كتب في العقيدة وفي علم الكلام وفي الفلسفة أفرد مؤلفات كثيرة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأدلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كان حجة في زمانه كان يرد على الشبهات كان هناك المخالفون في عصره وأهل البدع فكان يرد على كل واحد شبهته من خلال الأدلة في بعض الشبهات طرأت من الفلسفة فيرد عليه بدليل فلسفي في بعضها تحتاج إلى محاكمة عقلية فيرد عليه من خلال الدليل العقلي الإمام الرازي ذهب إلى نيسابور ودخلها فبدأ الناس فرحين مستبشرين بدخول الإمام الرازي وقالوا جاء الإمام العظيم الرازي الذي يملك مئة دليل على وجود الله هذا شيء كبير جدا أني رجل عالم عنده مئة دليل بعضهم يذكر دليل دليل هو يملك مئة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى فهذا الكلام شاء امرأ عجوز من نيسابور سمعت هذا الكلام ما الذي حصل قال له والله عندنا الإمام الرازي يملك مئة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى فقالت لو لم تكن عنده مئة شبهة لما كان عنده مئة دليل لو ما كان عنده شبهات كثيرة لم تحتاج هذه الأدلة لماذا الدليل إذا في شبهة إذا وجدت الشبهة فيحتاج الإنسان لدليل من أجل أن يزيله الإمام الرازي فهي تتكلم هذه المرأة العجوز على فترتها السليمة الواضحة تقول لو ما كان عنده شبهات ما احتاج المشروع اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور إيمانا كإيمان عجائز نيسابور الإيمان الموجود عند العجائز القوي بالله سبحانه وتعالى الذي لا يتزلزل ولا يتغير أبدا دون أن تطر عليه أي شبهة هذا الإيمان من الذي تكلم هذه الكلمة إيمام كبير وهو الإيمام الرازي فدليل الفطرة هو من أوضح الأدلة وهو الذي دوما يلفت القرآن نظرنا الدليل من أجل أن يفتش الإنسان ومن أجل أن يزيل أي رشاوة على قلبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين من الصادقين أصحاب الفطر السليمة نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب